موجود على الساحة الرياضية التونسية هاي مادام إذن أمثلة قليلة لأن برشة أسماء أخرى وأسماء مشهورة زادة في عالم كرة القدم والولاد يعرفوا معناتها هم فينومان ما يتحكيش علي برشة ولكن مالورزمون موجود في رياضتنا صحيح من أجموش نقولوا أن الرياضة التونسية فيها كثير من الحالات المنشطات حسب إذا كانت فكر ما نفوتوش كل العالم ما يفوتش الواحد في المئة من التحليل اللي نعملوها أحنا أحنا قبل كنا نعملو كثير من التحليل ما يقارب لألفين وخمسمائة التحليل في السنة دونك تظهروا ثلاثة ماكسيموم ثلاثة حالات 2500 على الفوتبول أكهول على القول لا يعني الكثير في الفوتبول لأنه كانت كل الشامبيونات يعني كل الماتشات فيهم مراقبة طويل ما دام تعرف قدش المعدل في حدود الخمسمائة وستمائة أي لأنه قبل كان عنا مخبر كنا نعملو كل المباريات وكنا نعملو خاصة عن ناس كونابل سيبلي نركزوا عليهم أكثر بعض الرياضات وكذلك خاصة الفردية وطول الآن الوكالة العالمية تقول لك تصنف الرياضيين في ثلاثة أصناف فما رياضيين مستوى عالي اللي هم هذك من الوكالة العالمية يعني من موفمون سبورتيف يا ما تعملهم لك يا ما يما التحليل تعملهم البلاد اللي ينتمي لها الرياضي أو الوكالة العالمية عملت لهم برنامج ما يقارب ثلاثة تحليل في السنة والمفروض أنهم يكونوا تحت المراقبة الوطنية والدولية يعني بالنسبة للجامعة الدولية متاحهم نقصدوا معناتها في اللي يلعبوا في الأولمبياد في البطولات العالم بطولات أفريقيا والدول تقاها مصنفة كم لاعب عندها مصنف كاتيجوري يعني تارجت سيبلي النوع الثاني هما لا يلعبوا في الألعاء يعني انترنسيونو ولكن أقل نفو ما همش أولمبي كما يلعبوا مثلا كما الفرق الوطنية هذوكم كمان ينجوا يكونوا سيبلي من البلاد متاحهم ومن الاتحادات الدولية كما كنت القدم ما احنا تورياضين التوانسا هما سيبلي من من تونس المفروض من الكونفيدرالية الأفريقية الكاف والفيفا والفيفا سمحني ومن الفيفا دونك بالنسبة مش نرجع للسؤال بتاعك أنها الجامعة الوطنية لكورت القدم يعني الجامعة لفتيف لازم تكون عندها برنامج لمكافحة المناشطات خاص برياضي النخبة في رعبة كورت القدم با يزم يكون عندها برنامج لازم يكون برنامج حاليا حاليا ما تماش برنامج كيجي توقيته برنامج في الموضوع هذا برك الله فكرتني أنه مش من مش مولاتي ولكن شفت أنه الوكالة الوطنية بعثت سنة لفت تمعث لكل الجامعات الوطنية تقول لهم شنو ما الرياضيين السيبلية لعندكم وشنو البرنامج باش هي تنجم تدخل لأنها هي المفروض في القانون التونسي الوكالة الوطنية هي متكلف الأول بمكافحة المناشطات ولكن كل جامعة عندها مطلب يعني من الجامعة الدولية لتنتمي لها أنها لازم تكون عندها برنامج وطني فحسب ما فهمت أنها خذت بعض الماتشات ولكن شوية يمكن راقبة ماتش ولا اثنين على سيزون ايه لأنها امكانياتها مش كبيرة حقيقة شوية عندك حق ما دا مرة واليوما كيف نحكيه على وقت شنفيق واحنا وقت لي بنوا عنا حالات فالعامين تاثت ولا عنا حالة ولا زوز كيف شفقنا بهم فقنا بهم وقت اللي اللعب يعمل التاست هذي في مسابقة قرية وقت اذا كان لعب يعمل التاست هذي وليه وراء مش ملاعبية الكل يعملوا التاست معتها ثم قرعة نعم يطلع ملاعبي ملاعبي على كل فريق ملاعبي ملاعبي من كل فريق اذا كان يطلع ملاعبي ويطلع التاست متاعه بوزيتيف في مسابقة قرية فما بالك في المسابقة في الاندي اللي ما عداش مسابقات افريقية وفي عدد لاعبي هذرة بنتي مدام من ناحية الاربع اللي لعب المسابقات الافريقية يظلوا من مزوز ثلاثة في الفاسديبول وقت اللي ثم اللي تاست قداش يظلوا ناصر 14 فريق 14 فريق كل فريق في وقت مش بعيد كان عندي يديها مع تلقاء وتلاقيت نوعية وكنت مع تأكد خطر مدام بلتاجي انا وقت اللي كنت نلعب وكنت موجود نمارس الرياضة في النادي سفيقسي ولا في الترجي ولا المستقبل النادي بالمرصى مدام بلتاجي من الناس اللي كانت حارسة كل الحرس بش اليوم الخدمة اللي نحكي وعليها توت فقدت في السنوات الاخرانية كانت موجودة لكن زادا يجب نحط الأمور في ترى الدوباج مربوط ببرشة حاجات الناس يجب تفهم كلمة الدوباج بعد ساعات ما يشملش الجمعية بعد ساعات تكون أمور فردية الملاعبين جميعهم الحاجة فردية من غير ما الجمعيت تكون في بالها بالموضوع ذاك عليش اليوم لابد من وعي الناس الكل بيش تفهم شنية الإجراءات المطلوبة بالنسبة الملاعبين خاطر مربوط بعد ساعة تلقاه في حاجة نجم تطعتها خارج كورة القدم خارج الفريق خارج هذوما الكل حاجات لابد بعد ساعة تزاد الفرق ما تتحملش مسؤولية لأشخاص وقت اللي تعمل هفوية فردية ذاك عليش اليوم ما احنا نحكي على الدوباج وما دام انت مؤهلة أكثر مني فردية الملاعبية نجمه يعملوها يتحمل مسؤولية كل ملاعبة في زلات ولا هفوات يعملها من غير ما يشاور الطبية بمتاعه المباشر ولا ياخدوها من غير ما يشاور المباشر اللي مادام بلتجي تصلحلي اقبل فريق طبي يعطي للطبية باش نوم الدوية اللي تخذيه في الأسبوع ذاك باش نجم يحطهم في الورقة باش نجم خطر صحيح صحيح على خطر الكلام اللي قلته صحيح لأنها الآن طوى النظرة شاملة للدوباج الحاجة الصعيبة بالنسبة للرياضي أنه يقول لك حتى كان هو هو المسؤول الوحيد على كل ما ياخو يدخل البدن ولكن كل ما يتوف وكل ما موجود في العائلة الرياضية الكبيرة هم كمان مسؤولين حتى مصحف كيفاش مسؤولين طوى كتجي تشوف معناها تعريف بالمنشطات قبل كانت التعريف بالمنشطات هي أنه يجد له بعد التحليل مادة ممنوعة الآن يلزمك إذا كان وجد في التحليل متاعك مادة ممنوعة ولا إذا كان وجد مادة ممنوعة فوق ولا فوق الطبيب متاعك ولا كل ولا مؤثر إذا كان المؤثر أعطاك وهذا معناه إذا كان تعمل إذا كان غلطة كلهم يعطيوا نتيجة أنه حالة إيجابية في تعاتي المنشطات الحاجة صعيبة هو أنه الرياضي ديما هو المسؤول الأول لو يعاقب عليها ولكن الآن المؤثر يعاقب كمان نحكي لك شوية الرياضي مداما الرياضي راو تسنب عدد محترم من اللاعبين الحاليين وخاصة السابقين نحكيه على مستوى محترف يعني بين الربطين الأولى والثانية مانيش بسمي حتى اسم والحقيقة لقينا صعوبة أنه ناخدوا ديتين ونياج بصوتهم حتى حبينا نبدلوا الصوت ونحطوهم أنونيم ولقوا إحراج معناتها في الشي هذي تعرف مدام ما ثم حتى ملعب يطلب نهاية حتى ملعب وعدد محترم جدا من اللي ما أكدش أنه ظهر هذية موجودة مش موجودة فقط موجودة بطريقة خاصة عند النوادي اللي ما تلعبش مسابقات قرية ونزيدك أكثر مدام بما في ماتش فرات محترفة الأولى مش بش قول ماتش ماتش توتو في السيزان هذي قول يتخنى للفيستير دخنى بريحة الحلبة قل للا الملعبية خاطر يزطلو كيما هكا تكستو خاطر يزطلو يشربو الماء والحلبة بزايد بيش الله ليقدر معنا تشوف تفكيره يقول لي الله ليقدر يجيم جماعة التحليل ولا معنا جماعة التحليل ولا الله ليقدر تحليلها بيش يلقا وروحم نيجاتيب ساعة معناتها الطبيين عطاني معلومة جديدة منعرفه كيات الماء والحلبة مادام تحكيلك على تنمية القدرات راو لازم نحطوا الأمور في إطارها راو تطلع بوزيتيف في التست راو فما حاشتين مش لعبات تفهم فما شكون هم ديزا تلات اللي ياخدوا دي برودي بور أمليوري ليكمبيتنس اي مكملات مكملات المكمل معروف بالقدي اللي هو السيكليزم اللي مستفحل فيه معناها الدراجات الهوائية بصيفة غريبة اي بوي السيباحة السيباحة الرحمة الله معناها والسيكليزم غير تعرف مادام لحلح الحكاية ثلاثة وعشرين ناجر الشنوية الخرين اللي صارت فيهم المشكلة معه وحتى فما أقوي تتقال على البرزيدان للأجنس منتيا 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 بنكا اللي هو فمفني فما دي بو دفن وكذي خطر عاون هم خذو خذو مقيم بار دو كنتاميناس المانتر المانتر هي لابرمير إكسكوز اللي جيبوها اللي تشدو الكلام دي ما كنتاميناس المانتر تبع هذي كحاج ناخو دوي أنا مثلا النجم نجري ستين دقيقة ونجم نجري مية دقيقة ناخو كمبلمان المانتر النجم نعمل سان متر في ديس سيجوند ونجم نعمل في نوف سوسانت مثلا هذي كحاج حاجة الثانية هو اللي تحكى ليه انتي سي لبرو دوي ستوب فيان فرق لو ايدي وراو هو يخوف الزطلة القدرات والكوراوية والرياضية مش مش تطلع بلاك ناجم هو فمتي سراب معنا ابتون بعد مقول ياخذ اليوم ولا غدوة دير الزطلة متعملش تخاف من الكوكاين تخاف من الغبرة تخاف من الانفيتامين لأ ماذوكو ما عندو مش حالقة بالخدرات الرياضية حاشتي نحن نحكي يا مادام توب في تونس في تونس الاكثر الراو الكاث الثاني عباد تخاف الزطلة عباد تخاف الكوكا عباد تخاف الحراب بش عشيخ همقول وحنا بلغة بلغتنا مش بالتنمية متاع القدرات دير انتي سينر مثلا برمير منديال في التنس دير نير ما بعد الترنوى متاع ميامي تشد بوزيتيف في كلوستيبول المسور عندو جرحة في صبعو مشيو ثبتو يقوري المو عندو جرحة في صبعو والمسور عدا هالو بال معناها سيبرفيسيال ودون كيلا اكيتي فما ديز كريم كي تشوفهم بلوزيبل يتعديو فما ديز كيما كان يحكي لك شوكولاتة وماكلة ودرشنو قابل العملية معنا وكي تطلب هاي موجودة راو الملعبية يقول لك موجودة البعض منو قال لنا موجودة في نوادي في رابطة محترفة مش مش تقول اولا اولا ثانية الحقيقة غريبة راو اللي سمعت اليوم هاو معي انيس في اثنية اثنية كام احنا جايين وانا بتي لي فول من واحد الواحد للبارح هو انتي ناصر في بالك تصراح شي غريب غريب جدا هذا موجود من قبل لانتفكر في الفين وعشرة عملنا مسح كامل في بالنسبة للمدارس باش نشوفوا نوعيهم ضد طعا المنشبات لالقاوا برشا مواد اللي هما مخدرات وقال ما يشابه انهم عندهم فكرة ويعرفوها وياخذوها في المدارس صغار اقل من عام صغار مشكلة كبيرة وقتها احنا كنا المسحد عملناها مع وزارة التربية وقلنا لهم اردوا بالكم يعني ينجمي اخو مادة خطر هو يحب يتفرهد بها وبعد يولي يلوج على حاجة اخرى ولكن كما قلت دكتور في الحكاية هذه لما خرجتهم قبل كانوا المواد هذن اللي كان بينويد نسميهم احنا والكوكايين والكل هذا كان كما الاخري صحيح توقع الكثرة متاع استعمالهم رغم اللي هما عندهم ان يفي بوزيتيف على البرفورمانس لانه عندهم في وقتها في وقتها مثلا ناصر انتخذها ليلة المباراة واخذها بتكي العيرون هذا عالس مغضو يشرب الحلبة معنا لا 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 فما الناس يخذها وقتها ولكن نحاوها عملوا نسميهم ما هما ممنوعين الا خارج المباراة خاطر ما كنتي تحب زبط المعنى عادكتيف مريض يزمك تاخو المادة هذيك يزمك تتفادها وقت المباراة ولكن الصعيب انو المادة هذي كياخذها حتى قبل نهارين وثلاثة حتى معنا يقعد هو ينجم يستهلك يستنشق يستنشق يستهلك تدخله في بدنه فما الناس تتنحلهم بعد نهارين انتي والكاتبوليزم تاهم فما الناس نقعدونهم حتى شهر هذيك رجعوها ولكن اعطوها قيمة وفهم اخر يجو يعاقب يزمك توري البون فوا البون فوا انك استعملتها قبل المباراة واخدتها وان رابور ميديكال من عن طبيبك نجم تكون انت مريض فما دي مال ناصر فما دي مال مرضى مرضى بالقنصوميسيون دايور راو كيبدا واحد مريض وادكت كيما قاتل كالدكتورة معنا تبشي تعملوا سفراج معنا يتعملوا ثلاثة شهور باش نحيلوا المادة ذيكا لكن نعطيك اكزامبل اخر بكري حكيتو عليكا اللي ماليبينا في الفوتبول في الفوتبول في الفوتبول في الفوتبول حكيتو عليكا اللي تسمى فيهم بوزيتيف فما يتسمى فيه بوزيتيف في الفوتبول ومعروف على الاخر ما يمشيش نديلو يهرب كيهرب ديريكت تسمى بوزيتيف اللي يرفض يرفض معاش ألقاه وفما شكون يبعث شكون في بلاستو والعينة تتبدل ماردونا في نابولي ماردونا في نابولي من 84 و 91 موجي كان ديركتور سبورتيف الفامو يبعث العساس يخد يخد العساس يخد ماردونا يخد يدخل عساس من الباب تليني هو يعطي لشانتين دورين والاخر يخرج كميتان ماردونا تخل من الباب لاخر تخرج من تلي نزيد ككثر منك الطبيب متاع اليوفي عليش عقب عليش عقب هاليوفي لا يتا كيتي أغريك التبي بتاع اليوفي زينيك زيمن اللي هو الانترينور الليجندير متاع روما متاع متاع لاتيو قالك نقعد بهت في الاكسبلوزيون متاع الكويس متاع دل بيرو ومتاع زيدين في العاملول متاح في الكالشو بالعربي يشي جرانش سيق وقد دك ورك تصغرون الكوات ريسيبس في مورال متاع ومزيل رهايف يتعدى عن سي أغريك يدو بالكرياتين وقت ياخ الكرياتين الراجل يسي متاع ويلي لوح مالسانتر ونزيدك حاجة أخرى هذا كميان في الميان فيها حاجة أخرى ينسي وهزا القضية لكل تحكم ثلاثة سنين نحك 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 لك عن تجربة وديجا الناصر كان يذكر مليح في الفان ديزاني كاتر فان ديزنوف الفين وقت ديجا البرودي خرجت منظمة الهاما وقت نتذكر مليح وقت أي مليح حتى يكون مستبرد مسكو من عشنا يجينا سيلا حبيب العش وقت في البرودي كنا ما يشرب حتى مليح دواء من ديتراسو اللي عنده حاجة يجيني أنا نعطيه دواء وقت نتذكر مليح أنا كان يتذكر ناصر كنتو كنت نشرب هنا كنت نشرب برشة خاطة كنت نضرب برشة وقت وقت بعد خرجت الحكاية هذية وقت السلح بيب العش قلي هذية دواء معاش تشرب الجملة واحدة يراه حتى المسؤولين والطب في الاند يراهم عليهم أنهم زاد يواعيهم لعبيوتهم سيرتهم الحاجة هذية خطر قبل فم التأطير ممكن توا معلومة صغيرة برشة جواريت ما يعرفوهاش فما الدكتورة هني خطر مزاولتها تعرف كما قال دوش وخرج شعره في الهواء تستبرد خشمه مسكر عينيه الدم كذا يمشي ينقذ على مثلا خطر معروفين ينقذ عن في يعطيك الصح هو أم أبو واخت وكل تاخ ما نحكيه وش مشي عمل زوري قاوني دكس ذاك انو ينقذ على على ديني خلاك خلينا انتوا احنا حكينا على الأدوية وهو الحقيقة عن جاهل عن قلة وعي عن قلة ثقافة هذا نجم يكونوا في الأخر في الأخر ثم حسن النية لعنى ما عادت إنسان مريض ولا حبي داوي دوايا في الأخر ثم حسن اليوم عدد نحقيق عطيتني رقم فجاني في موسم كاملة عملنا على دو ماتش ماتش نحن ناخذ سنين في كل ثمانية تستوائت ثمانية تستوائت على دو ماتش صار في سيزان كاملة اخذينا فقط ثمانية تستوائت على ثمانية ملاعبين الحقيقة هذا الرقم ضعيف وضعيف جدا اليوم ونعرف انه الفيفا ونعرف انه الكاف يعطي يدزو شوية في المواضيع دي معنا ينجم يعطي يعطي مخبر يعطي فلوس ما نعرفش انه في الاخر الكاف في الاخير يتبنيوا المواضيع دي وخاصة الفيفا بحكم انت كنت في الكاف وفي الفيفا اكيد انه الفكرة هذي ما تروح عندك نحب نعرج على المسؤولية متاع الطبيب والوحد الحظ ان الحالات كانوا بوزيتف قبل عنا احنا كلهم احنا نسميهم الدو باش دي بو كلهم يا غلطة متاع الطبيب ولا غلطة متاع الرياضي ياخو خاطر ينجم يستعين الطبيب ويكتب الوطوريز ويتي وما يتلعش وعنا حالات حتى عمنا طلعت حالة لهو ما مدي اخذهم لوتو مدي كاسي يت انتغذيت ما مش يرد بالو في المكملات الغذائية ما يخذ المكملات الغذائية يزم ويبدأ متحقق من ينشراهم على خطر بكل هم مرنجي وفيهم غير ما يبدأ مكتوبين على الغلاف احنا حالتنا لكل يا اما غلطة متاع طبيب يا اما غلطة متاع الرياضي يخذها دواء وحده من عند الممرن ولا من عند كثير الممرنين يقول مستبر تخوذ دواء هذا غير ما يعرف وإلا الحالات اللي انتي قلت عليهم تعليز بو اللي احنا نسميوهم الهما اللي بخدو الكلما ممتازة اسم معنا الناس معنا معوش كلي بشي يخذو بشي نمي بشي داو يروح وكهو ونحكي لك على برامج متاع الكاف والفيفا بالنسبة لكورت القدم الكاف من الفين وعشرين ولد فيها وحدة مكافحة المناشطات قبل كانت اللجنة الطبية بشي وريك قيمة مكافحة المناشطات حتى في الفيفا عملت متاع الفيفا خرجوها على تحت ضغط الوكالة العالمية الوادى أو الوكالة العالمية لمكافحة المناشطات دونك عنك كل عام قديش من قبل كنا نعمل وكان الكان كوبدافريك كوبدافريك من مئة ومئتين كوبدافريك نعمل الملعبية لكل ملعبية طول نعمل داخل المباريات وخارج المباريات يعني دوبا ما يجي ونعملو لهم الفرق لكل تاست وبعد كل المباريات فيها أخر أربع عين يوفى الصيف قبل ما تبدأ شامبيونة نعملو لهم دا تاست شوفوا شكو ندو شكو مش دو ونغادي نبدأ ونبدأ وبعد كل شهر ايه معناية الدكتورة مكش فاهم مش قاعد تفسر لو تحكي على وتحكي على معناها على موارد بشارية لزم هومين معاشرين واحد يخلقوا معا معناها مشيش السلام عليكم خوض فامتي بيلان وسبحا الاخير راو فامتي راو تحكي لك كنا اول احنا كنا اول مخبر في تونس والدكتورة كانت ياد دي لكتوري سمت بتاعة دوسمان بشوية 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 محلت الامكانيات راو معناها حاجة كبيرة برشة برشة مي حاجة باش نمي لنا قدوراتنا فيزا فيم العالم وفيزا فيم الافريق وباش عملناها مناسبة الالعاب المتوسطية وكان من الدولة واضح راو ما تنجمش تعمل ميدخلش فلوس معنا اذا كان دولة هي تنجم تعمل المخبر احنا كنا نخلص في العين باربعين دينار توا بثلاثمائة مليون مليون الخدمة الكل احنا كنا في المركز ولا في الوكالة الوطنية بلايش يعني نخلص نحكي وعلى الفين وخمسمائل كنتو تعملوهم مقبل اي مستحيل والي هذا شنو نجمو بالعملة صعبة بالعملة صعبة احنا كنا نخلص بالدينار كنا يزمنا نلوجو برامج وهذا انا موافقة وليزم مثلا الافتيف تعمل مع الوكالة الوطنية ما يعطيوش في الدوباج ريتهم عملين un projet مشتاخو الكل اما عندها المكانيات يعني ماتريال اللي كيتة اللي مشتاخو فيهم العين وعندها اللي ياخذوا العين هذا كتسما بلايش ونشوفو بورسنتاج نجم شلكاف تاخو كما نقول عشرة في الميات اكثر تاخد تطلبوها تاخد خطر يزم خطر البلدان الافريقية لكل تعرف الان قبل كانت تونس هي اول بلد ريادة هو ان المغرب تعمل في بطولات ويبعثوا عندهم مش مخبر الجزائر راجعة تعمل يبعثوا لسويسرا لكل اللي هو المخبر متاع الفيفا آآ جانو بفريقيا تعمل عندنا مخبر هجلون بفريقيا في بلد اي اي اما لا تعاقب كيف تونس كيف تفريقيا ما عاد فيها حتى مخبر تحكيت شوية مع سي شكري حمد مرة الاخرى قال لي بيش نعملو تجهيز مخبر ومخبر القديم نعطو نجهزوه ولا نجهزو مخبر جدير قال لي لزمنا خمسة واربعين مليار بانشور ما انا قلت لك على قل على قل خمسة واربعين مليار خليني ماك العشرين اللي بش يخدموا ايه لا لا العشرين مش مشكلة ايه والا والمعفى على خاطر احنا الاخرى خسرنا الواحد على مكينة بخمسمائة مليو كيف شكو بشي شريها وزارة الصحة والوزارة الرياض ضع عدم مخبر اللي هو باربعين مليار الوقت في وقت هتكلف علينا بثلاثة مليار دوات في الفين يسوى توا خمسة واربعين مليار لحظة لكان ثلاثة مليارات رأو توا يسوى خمسة واربعين ايه لانا المتريال ولا بلوسو في سيكي العباد حتى من المكان يحكم عليك حتى في في ويلزموا على قل عمين تلاثة بشيخ ولك وحنا قعدنا من الفين مقبل من الف و الف وتعامية وثمانية الفين وثلاثة يعني نعرفه نكايت شارج مدام بتاع المخبر باش لعبية تعرف ريان كو بور ريسبيكتي لكايت شارج سيناس فما دي نورم اول حاجة في لزيكيبما قد يكبر قد يكبر اللوكار فما دي نورم في لزيكيبما شنوما بالذات ميقولك شيريتين او لا شيريتين ماركة اما يعطيك فما دي نورم في البرسونيل فما في دي نورم في الاكسلواتيون في السيكوريتي فما دي نورم في الهيجيين فما دي نورم في فما دي نورم فما دي نورم فمتي بشتوق عدك العين ذيكا معناها معناها الناصر راو الكايت شارج قد ذكر راو عبد ماشي بلا انزع القرص عم المخبر وكي ما قتلك مدخلش نعطيك حاجة وكي نحكي عالفوتبول مثلا تعرف وقوة اللي جوا يعملوا لهم يمشي الراجل في الجبل يمثلا عنده تور دي فرانس ماشي يعمل في اه مثلا يمشي يعمل اتاب ركح لي شوية الافكار نعملو طلع على ملعب باردو مباراة الملعب التونسي وضيفه نجمل متلوي ناخذو ورقة لمباراة مع احمد فارس اللي ركحتو شوية افكار باش نكملوا بهم الساعة الاولى احمد مرحبا ما هليك تحياتي لك للمستنعين وخاصة مدينة زكاية بلتاشي اللي لحقيقة من دين التحيات في تونس وكنا تعرفنا عليها فتو كيف يعني كانت لحقيقة متعامة معنا برسة برسة حقيقة عدي تحية له المال على التونسي ووظيفه نجمل متلوي منذ عشر دقائق تقريبا النتيجة الصفر لصفر بنحب لورقة الموبالات من فريقات غايف نجمل متلوي يدخل لورقة الموبالات بعبد المهيب برسة مختيف ورقة المرحب حمد بن هرير منيغة جلاثي يحيي عطي أحمد طول مزهور عطي محمد قائد شريف بوديو جام باتي محمد إسماعيل بالحاج أحمد بوعتيدة محمد أمين عمار محمد تليح أمين كنسي شهد عودي والمدرب القادة من الجدي هي أول مقادلة عينة بن نينس بعد القطيع عبو الثالثي مع طريقة القرصة سامير يعني هون مدين بن زرتي الفريق المحل الثاني هلال في حلاثة المرمى مقاعد فريق مرمان الصحراني رد معلوس نظال اللي في هادي خلصة بنر موكيشا يوسف أمار أمات سجد الترتيشي بدون المجر صدق قديدة منك الاحتياط رقافي كل من عاد حد فريق وإلى الورغني كون فريق يوسف سعطي ريان إسماعيلي يصف توري خرير العياري من سوط الغربي زيد بريمة والمدرب الملعب التنفي يتفاد ويعود للطريق الصحيح بعد الانتحاد وكذلك الهزيمة الجزائية بالتلسجرهيس 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 والمتلوي انتصار أول من المتقبل سليمان في الجولة الأولى سليمان بلوش كذلك نقاط حد بأكد انتصار هزيض مقود المجرات الحكم الرئيس حسين مقبول عريسي سعط بتوقيت واضح شكرا أحمد يعطيك ساحة دونك 13 دقيقة صفر مقابل صفر نرجو للموضوعنا ناصر الملعبية الحقيقة وانت تعرف وكنت ملعبي جنرال الملعبية يجي من اللحياء الشعبية الملعبية يجي من أوساط الفقيرة والفقر يولد الملعبية الصحح في البريزيل وفي العالم الكل وفي تونس وفي الافريق من وسط مفيش برشا قرية مفيش برشا وعي مفيش طبيعي انو ممكن لكا يكونوا مرتبطين بالرياضيين وخاصة رياض كورت قد اليوم ما شنو نجمو وقولو ملعبيتنا تو كنت نحكي معكم وقول انو راو اخذينا من عند ملعبية من عند ناس دخل بتركم على الموضوع متى الحلبة مش كان الحلبة وثم لأ ثم طرق اخرها الماو جافيز هاي ماو جافيز يشربوا برشا ماو جافيز ليتل ماتش ما انت حاجات راه رهيبة انا ما انت صدق لي ما كنتش نعرفها اليوم في انتظار انو ان شاء الله الفيفا والكهف والسلطات التنصية تعامل شوية زاد الفيدراسيون في الموضوع هذية والفيدراسيون زادة كيف كيف تكبس شوية في الموضوع هذية والناس الكل والاعلام وهذا دورنا اليوم اشنو نقولو للملعبية هو بالنسبة لينا حاجة تقلقني برشا وقت اللي يكونو عنا حاجات ثابتة وابنين عليها وبعد مالورزمون نطيحوها الكل ونعود وزيره المشكلة احنا في تونس كنا رايدين وكنا من 2013 كما كانت تحكي مدام بلتاجي اليوم كان عنا حاجة اسمها مخبر مع التحليل المنشطات مالورزمون ضاع ومشيها بقى منثورة شكون يتحمل مسؤوليته هذية الكل مالورزمون خطر احنا اليوم نحكي على 45 مليار منشآت بيش تجم تعملها بيش تعمل تحليل لازم كل امكانيات مادية في الوضع الصعيب الي احنا عايشينه لكن زادة كيف كيف هم براليل اليوم انا انا اعتقد انه لزا ثلاث متاعنا والملاعبية متاعنا برغم انك كنت تحكي الملاعبية كلهم جايين من بيئة متوسطة ولا اقل متوسطة لكن زادة كيتمشي لكلها بكبير زادة انها تعمل خدمتها وتبعث الطباء يعملوا معلم لعبية وفهموهم وين تبدأ وين توفى لابد ان يوم نقعدوش ديما نحكي وفي حاجات جانبية الي اليوم ما عندها وين توصلنا اليوم انه يعرف الملاعب انت وقت اللي تكون انت بيئة متوسطة وبعد طلعت في المستوى ومشيت تنتمي الجمعية في تونس ما ما كان اسم متاعها بش يكون تعرف انضباطك تعرف عيشتك حياتك اللي جين دوفين تاعك كيفاش هذي كلها يزمة تتنظم وهذي الجامعة من الحاجات اللي يزمة تحطها وانا اليوم من الناس اللي نديت لشي هذي زادة خطر فمه مولدات قاعدين يضر مرة لنا في البلاتو قلت نسبة كبيرة قلت اشتر انت الملاعبية لا لا انا نعرف اكثر انا انا امشي امشي الناس اللي تبيع التباق شوف الملاعبية قديش ياخذوا كله راقم تازط له راو فمه كميات كبيرة قاعدة والمال ورزمان الجيلة ذا اللي قاعد مش وعي مش ناس مش عارفة روح اش قاعدة تعمل الناس تضرب كما كنا نحكيه راو الناس كل تاخه في المبيقات الكل اللي كله ممنوع ومحظور الكل الناس تعمل فيه راو الناس مش عارفة اللي ميت متاع الكرة يودي فما زو ثانية راو في الكرة ولتعرف اللي قلقني هنا في هذا الكول شو الكرة برق ليه سمحني سمحني دكتور اللي قلقني في هذا الكول انه لا ثلاث ولا الملاعب في وقت من الوقت تقا يتعاطى في هذا الكل ويعمل يقول لك هنا هاني نعمل في هذا الكل والميقر هذا كل وانا قاعد وانا نعمل ونسجل ما عرفش اللي هو نهارت اللي يعمل بش يتيح بكل يخلص الكل الناس مش واعي هذا كله يطلب معي يطلب دي رأيه يطلب همهما هدا مدام تجم تأكل ولا تنفيذ هذاك عليش اليوم لابده اهنا اليوم بش نمنعوا الرياضة امتعنا وقت اللي نحكيه على انفرستركتور نحكيه الالترانيت هنا هو من حاجات الاساسية هي الامور البشرية الطاقة البشرية اللي هي زي من استعفضها لها مدام الجامعة واحدة والله الكلام بكل صحيح لانها توعية حتى الوكالة العالمية قبل كانت التوعية مش موجودة في برامجها كانت آآ وبعد فاقت تعرف التحليل واحد دي نجم يوصل آآ آآ أورو بالألف وروت نجم التوعية خمسمائة شخص ولا آآ ألف شخص آآ واللي هذا التوعية آآ الآن مولاد يعني طلعت لهم وقايا خير من العلاج وفي كل المجالات واحنا في تونس كنا سباقين مع وزارة التربية ومع وزارة الصحة